السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف ننجز ثمانين صفحة ستة وثلاثون من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث التمرين الرابع أنجز دون وضع العملية إذن دون وضع العملية فأنا عندي تسعة في المئات تسع عشرات وتسع وحدات إذا قمت بعملية الجمع بشكل عمودي فأنا سوف أجد تسع وحدات مع تسع عشرات مع تسع مئات وسأحصل على العدد الذي يقرأ تسع مئة وتسعة وتسع هنا سبعة آلاف وخمسمائة كيف أنطقها أكتبها سبعة آلاف وخمسمائة فخمسة تكتب في رقم المئات هنا عندنا خمسة آلاف ومئة تسع مئة وعندنا عشر إذا جمعت خمسة آلاف ومئة مع تسع مئة نجمع مئة وتسع مئة لوحدها مئة وتسع مئة ألف تضاف إلى خمسة آلاف فهي ستسع وآلاف ستسع وآلاف إلزا إد عشرة ستسع وآلاف إلزا إد عشرة هذا المئة يقرأ تسع ومئة لتسع وزراء 4500 الصغار دونالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال زائد 1126 إذن الصغار كل الجنسين ذكور وإنات 6 زائد 4 أحتفظ 82111 أحتفظ 2 و 2 مجموع الكبار ذكورا وإناتا إذن أذهب للكبار ذكور كبار وإنات الكبار إذن سأجمع هذين العددين ألفان وثلاثمائة وخمسة وتمانون ألف وستمائة وخمسة وأربعون سوف أجمع هذين العددين خمسة وخمسة عشر أحتفظ 8 و 1 و 4 13 أحتفظ 3 و 1 و 4 و 16 أحتفظ 2 و 1 و 1 4 المجموع الثالث مجموع السكان مجموع السكان مقصود به كبار و صغار بذكورهم وإناتهم إذن إلا أن أجمع هذه الحدود الأربعة الذكور زائد الإنات بنسبة للصغار والذكور بنسبة الكبار والإنات بنسبة لكبار أو أجمع هذه المجامع كأنني جمعت الحدود الأربعة إذن سوف أجمع الصغار مع الكبار دكورا وإناتا دكورا وإناتا إذن مجموع السكان هو مجموع الصغار بما فيهم دكور وإنات 1210 زائد الكبار 4030 أيضا 4030 كبار دكور وإنات أجمع 042 6 التمرين السابع تم بطر أجزاء من العمليتين وعيد حساب الأرقام الناقصة إذن هذا التمرين يشبه تلك التمرين التي نجد فيها عملية بالفراغات نحتاج إلى الأرقام التي كانت هنا إذن 3 زائد 2 خمسة 7 زائد 9 16 سأضع 6 فقط لكن 1 العشرات سوف أستعمل هنا في الاحتفاظ 8 زائد 1 9 9 كي أحصل على 5 فهذه ليست 5 وإنما 15 كي أبين أنها 15 يجب أن أظهر احتفاظا هنا إذن 9 كي أصل إلى 15 أضفت 6 1 زائد 1 2 كي أصل إلى 4 أضفت 2 إذن أعيد العملية 3 وإتنان لخمسة 7 و 9 16 أحتفظ 8 و 1 9 زائد 6 15 أحتفظ 1 1 2 4 العملية الثانية 6 زائد عدد ما يساوي 1 قلنا دائما أن إضافة رقم إلى رقم آخر يعني من المنطقة هو أن نجد عددا أكبر من 6 أو 6 حتى لو أضفنا صفر نحصل على 6 لكن عندما نجد رقما أصغر من هذا الرقم يعني نعرف أن هذا جزء من العدد الذي استعملنا في الاحتفاظ فهذا ليست 1 وإنما 11 إذن 6 زائد 5 11 7 و 1 8 8 16 أحتفظ نفس الطريقة هنا 5 زائد 1 6 6 كي أحصل على 5 فخمسة أصغر من هذا العدد الذي استعملت هنا إذن 6 كي أحصل على 15 أضفت 9 1 كي أحصل على 5 سوف أضيف 4 هنا يجب أن يكون عندي رقم كي أجد الرقم الثاني في هذه الحالة أنا أظنه خطأ مطبعي في هذه الحالة عند اختيارات متعددة عندي 1 أحتاج إلى 4 4 توزع هنا بين 3 و 1 أو 1 و 3 أو 2 و 2 يعني هذه كل الاختيارات إذن نضع 2 زائد 2 مثلا ممكن أن نضع 1 زائد 3 أو نضع 3 زائد 1 المهم أن المجموع هنا 4 كي نضيف له الاحتفاظ ويصبح 5 ثامنا أجد الرقم الذي يمثله الرسم مثل هذه التمارين تعرفنا عليها في دروس سابقة عندما كنا ندرس الأعداد إلى غاية 999 يعني كان عندنا الوحدات والعشرات والمئات الآن أضفنا الآلف يعني نفس الفكرة نفس طريقة الإنجاز سوف نستعملها هنا نبدأ دائما بالوحدات 8 زائد 7 15 سأضع هنا 5 وأحتفظه بواحد إذن هناك احتفاظ وهذه الوردة الحمراء قيمتها 5 هذا الاحتفاظ مع 5 يعطينا 6 6 كم أضيف لهذا الحصول على 3 لا يمكن بل هي 13 إذن 6 للحصول على 13 سأضيف 7 إذن أبدو عثوق قيمتها 7 هنا عندي 9 زائد 1 10 كم أضيف لعشرة للحصول على 2 أو 12 إذن 10 زائد 2 12 الوردة الصفراء 2 نحتفظ هنا الاحتفاظ الاحتفاظ زائد 4 يساوي 5 كم أضيف لخمسة للحصول على 8 سأضيف 3 إذن هذه الحشرة قيمتها 3 التمرين التاسع تمثل المجاميع أسفل الصور مجموعة النقطة التي حصل عليها كل طفل خلال جولتين من لعبة إلكترونية أنجز المجاميع ثم أحدد الفائزة بعلامة فيه إذن المجموع الأول إذن الجولة الأولى والجولة الثانية نجمع عدد النقاط المحصل عليه ثلاثة آلاف ومئة وسبعة زائد أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وتسعون سبعة زائد واحد تمانية تسعة أربعة سبعة إذن جمع دون احتفاظ هنا عندنا ألف وثلاثمائة وتسعون نقطة في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية خمسة آلاف وسبعمائة واثنان إذن مجموع نقاط الجولتين هو اثنان في الوحدات تسعة في العشرات سبعة وثلاثة عشر يعني صفر أحتفظ بواحد خمسة ستة سبعة سبعة آلاف واثنان وتسعون بالنسبة للطفل الثاني في الجولة الأولى حصل على ألف وسبعة وتسعون في الجولة الثانية خمسة آلاف وتسعمائة وتلاتة المجموع هو سبعة زائد ثلاثة عشرة تسعة زائد واحد عشرة احتفظ تسعة زائد واحد عشرة احتفظ خمسة واثنان سبعة إذن الفائز هو من حصل على أكبر عدد من النقط إذن سأعتمد على المقارنة سوف أقارن هذه المجامع أكبر عدد أي يعني أكبر مجموع صاحبه هو الفائز إذن هذه المجامع تتكون من أربعة أرقام سوف نقارن بدءا من اليسار رقم الآلاف متساوي سبعة 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 نمر إلى المئات صفر صفر أربعة إذن أكبر إذن أكبر المئات هي هذه إذن أضع علامة هنا هذه الطفلة هي التي فازت وهكذا نكون قد أنهينا إنجاز تمارين هذه الصفحة إلى اللقاء وإلى الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر